أهلا وسهلا بكم مدارس عنيزة الأهلية رحب بكم معكم مسمي النهاردة هنكمل درس جديد في التاريخ وهنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية بس قبل ما نتكلم عن الدولة الأيوبية هفكركم في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الدولة الفاطمية وقلنا ان الدولة الفاطمية ابتدت بداية قوية لكن في آخر عهدها أصبحت دولة ضعيفة وهشة في ظهور صلاح الدين الأيوبي مع كمان وجود الخطر الصليبي ابتدى يظهر صلاح الدين وظهور الدولة الأيوبية أولا عايزين نعرف مين هو صلاح الدين الأيوبي ده أولا نشأته وحياته هو صلاح الدين يوسف ابن أيوب ولد في تكريد شمال العراق وكان والده حاكما عليها تربى وكبرة في بلاد الشام اتنين اشترك في الحملات الحربية التي أرسلها نور الدين محمود حاكم بلاد الشام وذلك لمنع الصليبيين من الاستيلاء على مصر في أواخر الدولة الفاطمية يبقى عرفنا اسمه بالكامل إيه وتولد في تكريد وكان والده حاكما عليها هنعرف بقى دلوقتي صلاح الدين أو هنتعرف على صلاح الدين بشكل أقرب أعلن صلاح الدين الأيوبي نفسه سلطانا على مصر وذلك وفاة كل من الخليفة العادد بالله والعادد بالله ده يا بنات كان آخر خلفاء الدولة الفاطمية كان ضعيف جدا ما كانش يقدر انه هو يواجه الخطر الصليبي فبالتالي نور الدين محمود هو اللي ابتدى يتصدى للحلاء الصليبية قام بتحسين مصر فبنا سورا عظيما يحيط بالفستات والعسكر والقطائع والقاهرة فاكرين الفستات والعسكر والقطائع والقاهرة دي كانت عواصم مين؟ ها سمع واحدة بتقول الفستات كانت العاصمة في عهد عمر بن العاص العسكر كان في عهد الإخشديين القطائع ابن طولون أما القاهرة في عهد الدولة الفاطمية أسس القلعة المشهورة باسمه على تلال المقطم وذلك لتكون مقرا لحكومته يعني هي القلعة يا بنات الأول؟ القلعة هي مكان حصين بيستخدم كمقر للحكم وتدريب الجنود تمام هيظهر عندنا دلوقتي خطر جديد وهو الخطر الصليبي أو الصليبيون قبل ما ندخل على الصليبيين وهنعرف مين هم الأول هي عبارة عن أو هم مجموعات أوروبية جاءت إلى الشام ومصر في حملات عسكرية استعمارية واتخذوا من الصليب شعارا لهم فأطلق عليهم الصليبيين يعني هم مجموعات جايين من أوروبا علشان يحتلوا الدول العربية أو يحتلوا الدول الإسلامية تمام؟ ولكن اتخذوا الصليب شعارا لهم السؤال اللي ممكن يجي في الحتة دي لماذا جاء الصليبيون إلى بلاد الشرق الإسلامي؟ طب هم ليجهم هنا قالوا أن ادعوا كذبا أنهم جاءوا لتخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين ولكن في الحقيقة أنها كانت حروب استعمارية للسيطرة على خيرات العالم الإسلامي يعني كانوا بيتحكوا على الناس ويقولوا أن احنا جايين نخلص المسيحيين ونخلص بيت المقدس من يد المسلمين لكن ده طبعا كله كذب هو كان الهدف الحقيقي هو الاستعمار والسيطرة على خيرات العالم الإسلامي نيجي بقى ونقول أن الحملات الصليبية استطاع الصليبيين تأسيس ثلاث إمارات ومملكة في الشرق ابتدوا أنه عندنا الأول حروب صليبية أولى وحرب صليبية تانية في الحرب الصليبية الأولى استطاعوا فعلا أنهم يأسسوا ثلاث إمارات ومملكة في الشرق الأوسط وهي استطاع الصليبيون أن يستولوا على منطقة الرهى أو الرهى كما يطلق في شمال العراق وكونوا بها أول إمارة صليبية يعني إمارة صليبية أصبحت تابعة ليهم مسيطرين عليها وعلى حكمها ثم استولوا على إنطاكيا وكونوا بها الإمارة الثانية بعد ذلك حاصروا بيت المقدس حتى سقطت في أيديهم مدينة القدس وجعلوها مملكة صليبية لأهميتها الدينية طبعا تعرفين يا بنات أن بيت المقدس بالنسبة لنا كمسلمين مهم جدا جدا وما ينفعش أن حد من الصليبيين أو من أي احتلال يكون تحت إيد بيت المقدس طيب ده غير بقى إنهم استولوا على ترابلس أو ترابلس كما يطلق عليها وكونوا منها الإمارة الصليبية الأربعة يبقى تاني بسهولة كده الصليبيين أسسوا ثلاث إمارات ومملكة إمارة الرهى إمارة انطاكيا إمارة ترابلس ده غير مملكة بيت المقدس بما تفسر نجح الصليبيون في إقامة الإمارات الصليبية إيه السبب أن الصليبيين قاعدين يغضرها وترابلس وانطاكيا وبيت المقدس ومعدش قادر يكلمهم وذلك بسبب الضعف والانقصام الذي يحل بالعالم الإسلامي في ذلك الوقت طيب ماذا فعل الصليبيون عند دخولهم بيت المقدس تتوقعوا يعني الصليبيين دخلين يعملوا إيه في بيت المقدس واحد ارتكب الصليبيون أعمالا وحشيا بعد استيلائهم على بيت المقدس فقد قتل الصليبيون عشرات الألوف من المسلمين والمسيحيين حتى من احتمى بالمسجد الأقصى وقتلوا سكان مدينة القدس حتى الأطفال يعني دخلوا بشكل وحشي أتلوا كل ما فيها تمام طيب رد فعل المسلمين إيه هل هيبقى في حد هيرد عليهم ولا هيسيبهم كده يعوسوا في الأرض فسادا جهات صلاح الدين الأيوبي اللي تصدى لحكم الصليبيين عمل إيه نجح صلاح الدين الأيوبي في توحيد المسلمين في دولة واحدة كانت عاصمتها القاهرة ده غير إنه جهز جيش قوي وسطول بحريا كبيرا وذلك لمحاربة الصليبيين قام بتحسين مصر فبنى سورا عظيما يحيط بالفستات والعسكر والقاطر والقاهرة ده غير إن أسس القلعة المشهورة باسمه وضم الشام والعراق إلى مصر وبذلك أصبح صلاح الدين يحيط بالصليبيين من الشمال والجنوب يعني حوتهم من كل مكان علشان يعرف يحاربهم ما يقدروش يهربوا طيب لماذا قام صلاح الدين الأيوبي ببناء قلعة الجبل إيه السبب إن صلاح الدين يبني القلعة دي وذلك لتكون مقرا للحكم ومركزا لإعداد الجيوش لمحاربة الصليبيين يبقى هيخلي القلعة دي مقر الحكم للبلاد بتاعته ده غير إن كمان هيبقى فيها إعداد للجيوش إزاي يعرفوا يتدربوا وإزاي يعرفوا يحاربوا الصليبيين تمام؟ وطبعا قلنا يعني إيه؟ قلعة نيجي بقى ليه معركة حطين ودي معركة مهمة جدا 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 يا بنات نبتدي ننتبه لها قوي أولا الأطراف كانت بين مين ومين كانت بين صلاح الدين ضد الصليبيين والأحداث بتاعتها اختار وقت المعركة وكان مكانها سهل اسمه سهل حطين موجود عندك في الخريطة وفرضها على عدوه سيطر على موارد المياه في المناطق وأحرقوا الأعشاب الجفة مما أزعج خيول الصليبيين وفرسانهم يعني ابتدوا أنهم يسيطروا على موارد المياه بالنسبة للصليبيين علشان ما يقدروش أنهم يوصلوا للمناطق المياه وأنه كمان أحرقوا الأعشاب علشان كمان الخيول بتاعت الصليبيين ما يقدروش أنهم يكلوا فيها يبقى كل دي إعدادات رهيبة للمعركة دي درت المعركة وكان القتال عنيفا فانهزم الصليبيون أسرى في يده وأصبحوا أسرى في يد صلاح الدين الأيوبي تحقق النصر للمسلمين وتقدم صلاح الدين واستولى على المدن الساحلية في الشام زي عكا وحيفا وصيدة طيب هي عكا وحيفا وصيدة دي كانت عبارة عن مدن ساحلية كانت موجودة تبع الدولة أو تبع الصليبيين لكن استردها بشهامة وبقوة الفارس أو القائد صلاح الدين الأيوبي طيب تحرير بيت المقدس يعتبر دلوقتي أن حرر بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي بعد استعادة صلاح الدين مدينة عسقلان تقدم بالجيوش نحو بيت المقدس فحاصرها أسبوعا ثم دخلها منتصرا يوم الجمعة 27 رجب سنة 583 هجريا 1187 ميلاديا التاريخ ده بيجي يا بنات وخاصة ميلاديا وارتفع الأزان في أرجاء القدس الشريف وأقيمت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شوفوا بعد كام سنة بعد 90 سنة من احتلالها من طبل الصليبيين طيب السؤال بقى هنا إيه رد فعل صلاح الدين عندما دخل بيت المقدس وذلك أنه كان متسامحا كريما مع الصليبيين فقد أمر بعدم الاعتداء على الصليبيين المقيمين في بيت المقدس ده غير أنه سمح لهم بالخروج سالمين اللي عايز يخرج يخرج بدون قتال أو أسرة وأمر جنوده باحترام المقدسات المسيحية يعني الجنود ما يجوش نحية أي شيء مقدس للمسيحيين سواء كانت كنائس أو سواء كانت كتب مقدسة النتائج اللي ترتبت على سقوط بيت المقدس في يد المسلمين هبا ملوك أوروبا هبا يعني استعدوا ملوك أوروبا للاستلاء على بيت المقدس مرة ثانية ما همش هيسكوتوا ده رد فعلهم فأرسلوا حملة صليبية جديدة كانت بقيادة ثلاثة من ملوك أوروبا كان أشهرهم ريتشارد قلب الأسد ثلاث ملوك أوروبا كان مفروض ملك ألمانيا ولكن في الطريق غرق وكان مفروض ملك فرنسا وملك إنجلترا اللي هو ريتشارد قلب الأسد طيب لماذا عقد ريتشارد مع صلاح الدين سلح الرملة أحس ريتشارد قلب الأسد أن المعركة خاسرة وخاصة أن أنه يحارب صلاح الدين لوحده فشل في الاستلاع على بيت المقدس واضطر في النهاية أن يعقد مع صلاح الدين الأيوبي سلح سمية بسلح الرملة وده سنة كام 1192 وأن يعود إلى بلاده بعد أن تأكد من استحالة هزيمة صلاح الدين الأيوبي واعترف ببقاء مملكة بيت المقدس في أيدي المسلمين وبكده انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وإني أصبحت بيت المقدس في أيدي المسلمين لم يدنسها أحد توفي صلاح الدين الأيوبي بعد صلح الرملة عام 1193 ودفن في دمشق يارب نكون استفدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته